من بعد ما فشل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بدعوته كل الأطراف إلى طاولة الحوار قرر أنه يلجأ لسيدي جيلبار لحتى تقوم هي بالمهمة عنه لنشوف سيدي جيلبار شو ناوي تعمل رح نستضيفها معنا هون بالستوديو سيدي جيلبار تفضلي مساء الخير شوي 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 أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك تفضل يا هلا يا هلا سيدي جيلبار ويه يعني مثل ما ذكرنا نحن لحظة مثل ما ذكرنا ام اوكي رئيس الجمهورية فشل بدعوته لطاولة الحوار وأوكل هيدا المهمة لحضرتك حضرتك شو ناوي التعاملة أولا تصحيحا لكلمك هو ما فشل ست داليا ما فشل مطول ما فشل وليك طول لا 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 دايما لأخر رمق نحنا منظل نجرب نزبط الوضع هني كأطراف سياسيين ما اقتنعوا بالفكرة نصهم عم يتدلع نصهم نفكر أنه النوية منا صافية وإنما الجنرال عون دايما النوية صافية ولنا نعترف ولنا نعترف أنه اليوم أنا داعي الست بطول والست أم خالد لأنه اي اي مع بعضون لأنه هني طرفين قوية وحكمين البلد تنكون هلأ كتير صريحين حكمين هني البلد نعم فبالتالي هني اللي بيقرروا إذا حيكون في حوار ولا ما حيكون في حوار فإذن رح أدعي السيدة بطول ممثلة الرئيس نبيه بري إن تتفضل معنا لهون على البلاتو أهلا وسهلا فيك يا سيدة بطول تفضل عن حركة أمل بدافع موتو راصي رافع هاكي سمعي المسامع واحفظ نهج وتابع عن حركة أمل بدافع كيفك كيف حالك مساء الخير مساء النور بيقى كديوف مساء الخير أهلا وسهلا فيك يا سيدة بطول شو؟ شو أهلا وسهلا مرسي لأنك لبيت دعوة السيدة جيلبيرت على طاولة الحوار بما أنه أنت يا داليا أنت هلا كامش هيدا شو بيقولولو هيدا الصلح بيناتنا نحن بنعمل اللي بدك يا داليا لا أنا ليكي بصراحة ما بحط إيه تحت بلاطة حدا بس أنه يعني هي دعت ووجب علينا نحن نلب الدعوة بصراحة يا حبيبة قلبي شو مزوقة أنت فيش مني وأيضا نزولا عن طلب سيدة جيلبيرت كمان أنا بدعي سيدة أم خالد إن تتفضل معنا على البلاتو سعاد 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 رئيس حكومة جاي الشيخ سعاد محمد رعااد حمد رعااد حرقته صلفنا وشو بتكون بعاد سعاد يا أم خالد هيك بدنا نبنيت مايما نجيب علي وعمر يا أعضنا هلا هلحظة لأقول لك يا الله يا الله مش حاليك أخ مش حاليك ايه كنا حنقلق قلق لا 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 بعيد الشرع عن قلبك شو هالرأس الحلوي هاي يا أم خالد والله ما بيك شيء حركي حركي وهلأ سيدي جيلبيرت أنا بترك طولتي وما كاني لأليك لحتى تفتتحي جنسة الحوار بين السيدي بطول والسيدي أم خالد ما منقبل وما منرضى ولا ممكن مين قالك نحنا منعرف ندير حوار لحظة لحظة مين قالك نحنا منعرف ندير حوار بس ما أنت بديك تاختي دور الكونديشنر بيناتنا الكونديشنر بينات كل اضطر الأمور مساء الخير ستباتول طب وما في مساء الخير ستجيلبير ما قلنا مساء الخير يا سيدي أم خالد ويا سيدي بطول يعني اليوم مثل معرفته سيدي جيلبيرت دعيتكن لطولة الحوار عفوا جيلبيرت ما هيك إيه 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 إذا كبيركم ما عادر يعمل طولة حوار جيد تتحاورينا يعني ما بفهم مزبوط ولا لا شوفي يا ست داليا أنا من الآخر بدي أقول لك ياها أنت والسيد جيلبيرتو طولة حوار بدون ما ترأت الاستاذنا بيهبره أبيصرش فهمت ولا ما فهمتش مش إليك داريا لإلا بتمنى عليكم أنه تتحاوروا تتحاوروا بيروقي ونقدر نوصل بردون سيد داليا سأليلي بتقول ليش ضغرهن بيرفضوا الحوار بليز لو سمعتك وليش أنت ما بتسأليها مباشرة أنا يا سيد داليا بالمختصر المفدها يعني أنا جيت كرميلكها لأني بحبك وقال لأني ما بجتمعش فيهم من الآخر شكرا خليني إليك كلمتان بسها معك أنا كمتحدثة بإسم الاستاذنى بهبره وحركة أمل أنا برفض الحوار لا لا ليش أبدا بدتش حاور نحنا هاك ما منحاورش نحنا اللي براسنا منا نعمله خلص تنتهى البيان بعد في شبك كونية منا بس مش هيك بتنتهى القصص كيف لا تنتهى يعني كنا متوقعة تنتهى بطريقة أصبط بدناش بدناش نحنا هاك نحنا هاك ما هو بطل في بلد أساسا حبيبتي الدولار 34 ألف وينو الغزالة نايمة فوق خليني ساكتة لا 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 ماifiه كلاش إن شاء الله الله ليجيب مشاكل بينكم يا حبيبتي خلوني بس قلن أحكي بإسم تيار المستقبل والشيخ سعد الحريري نحنا نرفض الحوار وذلك قبل ما يصير فيه انتخابات نيابية محدة يناقشنا بالحوار لا، خلص، أصلاً ما حق عليهم، حق على حلفائهم، يلي لو ما هن ما كان إجا مش هرعون رئيس جمهورية، لكن وين وصلنا بالبلد؟ شوفي وين صرنا؟ ليه؟ كل من ورا أسليحكم، ما تزعلي مني ستبتول، أسليحكم خوة في العالم، شو؟ شو خصي سليحنا قصة بالموضع؟ منانش بتيلي قصة الإسليحة لا يام خالد؟ بكن تقشتونا أسليحنا؟ بتقشتونا كلاسيننا وفيكنش تقشتونا الإسليح؟ لا 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 يا أم خالد، إذا بتريدي يا داليا مع سجين وسامني على العسل ومدري شو، لاش دي غريب يدقوا بالمحذور؟ يا أخت الجماعة متشابسين برأيهم، هنّي؟ وإنتو شو؟ حيطان، شو؟ نحنا كمان متشابسين برأينا، نحنا عحق، هنّي عحق، ما بعرف مين عحق، ما بعرف مين عحق، ما بعرف حافظتكم رو عاملين كومبين عليّ ليش؟ لا 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 ما علم الشيخ صعد منه هون؟ لا 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 منه بالبلد؟ لا 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 للا لا حسوا، حسوا حسوا، 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 حسوا بدني من خلالك يا أم خالد، رئاصة الحكومة خلقت لألنا، شاء من شاء وأبا من أبا، نعم، ماشي؟ ماشي، ماشي، أنا ماشي، حلفاء كان وسلطة انا يعني ما عندي ما عندي اي تعليق سوري بعتذر بس هيدا المستوى من الكلام معنا نو يعني سوفو بلا فان اني ايجي اصلا كنت بس انو حاولت قاموا شي كرمي للجنرال وسبتوا قالت قالت كلمة ومعها حق فيها قالت لومة مطرقت الاستاذنا به بري ما بيكون في حوار هيدا الشي مزبوط نحنا بنعترف نحكي اللي إلنا و اللي علينا اذا الاستاذنا به والشيخ سعد الحريري ما قالوا في الحوار ما تفكري حدا بيقدر يعمل طاولة حوار من الاخر انا والله مش مفكرة هند اللي مفكرين انا ما قلي علاقة بالموضوع لك تركيهون يفكروا ما قلتوا كتير عبتفكرتوا حالكم وصلتوا نزلتونا بالارض اوكي فلتكن انو ما يصير في حوار نحنا كتيار ما عنا مشكل بقى خلص جامت خطاق صراحة بعد في عنا سنة رح نحاول بهالسنة وجاينا ست سنين جايين جديد بقى عنا سبع سنين نحنا نقدر نجرب نحاور زملائنا بالبلد غير هيك انا ما بقى عندك علم احكي لا ما بقى في زملاء بالبلد رح تحاوروا حالكم بحالكم انتو نحنا ما عنا مشكل مهم نحنا نقوم بالبلد انا بنسحب من الحلقة ورح حطوا الاغماس بيدي وامشي مرشي بوكو